مجدد إسماعي الأنزور مخرج سينمائي ومنتج ومخرج تلفزيوني أيضاً من سوريا أنا سعيد جداً من كوني موجود في هذه المدينة الجميلة وأنا هنا لأشارك في مهرجان الباندا الذهبي وعلاقات متينة بطلاد والثقافي مع أهم المخرجين المدعوي لهذا المهرجان كنا في مهرجان شانكهاي وشاركنا في افتتاح المهرجان فوجدت في هذه المدينة بعد أن طلعت الإنترنت عليها أنها مدينة عريقة جداً تستحق منها زيارة أطول من خطرة المهرجان سعيد بوجودي بهذا المهرجان لأنه هو السنة الأولى لذلك ونحن نعترر ضيوف محظوظين أننا موجودين بأول نسخة من هذا المهرجان وهذا شيء بحد ذاته يرفع المعنوية وأتوقع لهذا المهرجان في السنة القادمة والسنة التي تليها أن يكون مهرجان من أهم مهرجانات العالم وسيكون الاهتمام فيه كبير وستجد مستوى مختلف من الضيوف أيضاً في كل سنة وكل عام اشتركوا في القناة